هي ورشة تشخيصية حول وقع الولوجيات في مجال النقل بالمغرب الورشة التي نظمتها وزارة التضامن والمرأة والأسرى والتنمية الاجتماعية وشارك فيها ممثل القطاعات الحكومية وميهني النقل وجمعيات المجتمع المدني أكدت ضرورة توفير الولوجيات في مجال النقل العمومي على مستوى الولوجيات في النقل العمومي هناك خصاص كبير جدا كان لابد من تسليط الضوء على أهمية الولوج من خلال وسائل النقل العمومية من أجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الحركية اللازمة وتمكينهم من القيام بأنشطتهم وكذلك الاشتغال في إطار استقلالي التي تضمنها وجود هذه الولوجيات الورشة التشخيصية تندرج في إطار مشروع تقنين معايير الولوجيات المرتبطة بوسائل النقل العمومي وإعداد خطة عمل لتحسين ولوجيات النقل لفائدة الأشخاص ذوي الحركية المحددة وتهدف إلى وضع تشخيص لوضعية الولوجيات المرتبطة بوسائل النقل العمومي الحضرية والرابط بين المدن أو السككي ويهدف المشروع إلى تحسين ولوجيات النقل العمومي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة عن طريق وضع معايير تقنية خاصة بولوجيات النقل الحضرية الرابط بين المدن والسكك الحديدية